حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجودي عن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رايات سود وسألتم هذه الرايات فقالوا عمرو بن العاص قدماء من غزات حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان قال ماررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بن تميمين قال فقالت أين تريدون قال فقلت نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فحملوني معكم فإن لي إليه حاجة قال فقلت فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا راية سوداء تخفق فقلت ما شأن الناس اليوم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل الدهناء حجازا بيننا وبين بن تميمين ففعل فإنها كانت لنا مرة قال فاستوفزت العجوز وأخذتها الحمية فقالت فقالت يا رسول الله أين تضطر مضرك قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لخصما قال قلت أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال الأول قال على الخبير سقط يقول سلام هذا أحمق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الخبير سقط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هيه يستطعمه الحديث قال إن عادا أرسلوا وافدهم قيلا فنزل على معاوية ابن بكر شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان فانطلق حتى آتى على جبال مهرة فقال اللهم ما إني لم آتي لأسير أفاديه ولا لمريض فأداويه فاسق عبدك ما كنت ساقيه واسق معاوية ابن بكر شهرا يشكر له الخمر التي شربها عنده قال فمرت سحابات سود فنوديا فنوديا أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا قال أبو وائل فبلغني أنما أرسل عليهم من الريح كقدر ما يجري في الخاتم حسنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال حدثنا عاصم بن أبي النجودي عن أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري قال خرجت أشكوء العلاء بن الحضرامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بن تميم منقطع بها فقالت لي عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فجلست قال فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال هل هل كان بينكم وبين بن تميمين شيء قال فقلت نعم قال وكانت لنا الدبرة عليهم ومررت بعجوز من بن تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت قالت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بن تميمين حاجزا فاجعلت ضهناء فحميت العجوز واستوفزت قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضارك قال قلت إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد قال هيه وما وفد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه قلت إن عادا قحت فبعثوا وفدا لهم يقالوا له قيل فمر بمعاوية ابن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقالوا له ما الجرادتاني أو جرادتاني فلما مضى الشهر خرج جبالة هامط فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم أسقي عدا ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها أخثر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمديدا لا تبقي من عاد أحدا قال فما بلغني أنه بعث عليه من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وإل وصدق قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد من